تريد تسوي موك تيست اللي هو موك اسيسمنت يعني هنا تختار شنو تريد انت انت دريلينك مثلا اذا انت دريلينك شو تريدها بالانجليش طبعا اكيد لان انت الاختبار الانجليش والوحدات مالتك اي بي اي تروح انت لانش موك اسيسمنت يبدي عندك امتحان وكأنما انت قاعد تمتحن بالماركس زيان هاي شوفه وراح يحط لك تايم رمينينج تايم رمينينج احمد قاسم كذا يجي اللغة انجليزية وهنان شنو التقدم مالتك يعني ما دام حلاش راح نع باش راح لكم اياها كلها بالكامل زيان principle and procedure هو اختار لك سيرفس طبعا مو اللي صب سي زيان welcome to your drilling well control program level 4 اسيسمنت يعني تقييمك راح نقيمك على اساس هذا الاختبار start exam زيان ابدي which of the following increase the risk of exceeding mass during a well kick choose three answers اهنان يعني خلي اشرح لكم اياها اهنان تقدم مالتك هذا التقدم اهنان الفنش اذا خلصت الاسئلة وكلها كملتها تفنش الاسيسمنت اهنان اختيارات لازم تختار طبعا اذا تختار مو ثلاثة اجابات اجابتين تبقى هذي برتقالي البرتقالي not answered يعني ما تم اجابتها حالها من حال السؤال اللي ما مجاوبه فلازم ترجع له الكيرنت اللي هو انت واقف على السؤال هذا شوفه اسأل وانا ازرك الانسرد اللي هو الاخضر اللي هو انت جاوبته صح خطأ هاي بعدين هم يحددون الصح والخطأ لكن انت عبرته يعني كسؤال انت جاوبته شون تحول على سؤال طريقتين السؤال اللي بعده هسا انا مثلا جاوبته هنا وجاوبته هنا العفو هاي وجاوبته هنا فرضا وجاوبته هنا هاي لعلى التعين يعني زيان اما ادوس هيج راح اتقلمن للسؤال اللي بعده او ايش عندي هسا احنا شوفوا شون صار لوني اخضر معناها انا جاوبت اجاباتي صحيحة او اروح هيج شوفوا التقدم اللي صار خمسة بالمية يعني جاوبت على سؤال من هاي الاسئلة هذا ليش بقبرتقالي اذا نرجع له احنا ما مجاوبي فاخر نقول كم اجابة هوا رايد من عندي وان انسر هو همي قل لك يعني ما يخليك هيج اجابة واحدة او اجابتين او ثلاثة او اربعة زين انت اش سوي. تروح المن للنجست. صار اتش قيت عشرة بالمية هذا لي على انه انت جاوبت سؤال فارضان هس زين هذا خلي نجاوب هيجي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني تنهي الاختبار وتنطي انهاء للاجابات هل انت متأكد ملاحظة عندما تضغط on the yes button you cannot change your answers يعني انت من تضغط yes على هذه yes i want to finish my assessment بعد ما تقدر تغير اجاباتك من تقول لا no i want to continue انا اريت شنوه اكملي الاجابات يعني شون وكأنما شون واحد خطع ما يدري زيان بس من تقول لا هيج yes انتهي exit moch assessment اغطلعت من عنده انتهت القصة فهذا الموك assessment اللي هو التقييم شون يعني مشبه مشبه شون يعني يعني خليك مو familiar وي الامتحان شون طريقة الامتحان زيان فالتهناء لازم شي تسوي لازم ضروري جدا انه تكون على دراية تامة بطريقة الامتحان هاي طريقة الامتحان شرحت لك CR وشرحت لك طريقة الامتحان اوكي فأتمنى انه يكون واضح للكل تحياتي لكم وشكرا جزينا اشتركوا في القناة